لو بتحب البوفتيك بس البوفتيك غالي شوية تعالي نعمل البوفتيك الكذاب من اللحمة المفرومة من نص كيلو لحمة مفرومة هتعملي اكتر من 16 قطعة وتغدي البيت كله بيه وتشيلي كمان منه تعمليه مرة تانية كل اللي هيدوقه هيفتكر انه هو بوفتيك حقيقي طعمه وشكله تعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي كان عندي في التلاجة هنا كيس لحم حوالي 750 جرام خدت منه شوية ووزنتهم على الميزان حوالي 500 جرام او اقل حاجة بسيطة بالشكل اللي انتو شايفينه ده يبقى كده انا من كيس اللحمة خدت وهعمل منه بوفتيك وشلت منه كمان حتة في الفليزر علشان اعمل منها صنية مكرونة بالبشامل هجيب اللحمة واحطها في طبق واحط عليها بصلايا مفرومة يكون حجمها متوسط وانزل عليهم كمان بالبهرات ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم وبصل بودر وبهرات لحمة وحبهان والقرون ومطحول وانسيت اقولك ان اللحمة تكون معاكي قليلة الدسم يعني او الدسم فيها قليل شوية وهضف لها كمان اربع معالق من البقسمات وبيضة ومعلقة صغيرة من البكن بودر وهقلب اللحمة مع كل المكونات وقلبهم مع بعض مش اقل من عشر دقيق لحد ما اللحمة تكون معنا خيوط وتندمج كلها مع بعض وممكن كمان تضربيها في الكبه لحد ما تنعم معاكي خالص بالشكل ده وهدخل اللحمة في التلاجة لمدة نص ساعة بعد كده هطلحها من التلاجة وابتدي اقورها كور قد بعد حوالي ستاشر قرب كلهم يكونوا بحجم البيضة لو انت عايزها اصغر من كده ممكن تصغريها بس الحجم دوت كويس خلاص كده قورتهم كلهم وعملوا معي ستاشر واحدة بوفتيك لو انت عايز الحجم يكون اصغر من كده او تعملي كمية اكبر خلي الكور معاكي صغيرة شوية هجيب كيس من البلاستيك واحط عليه الكورة وابتدي احط عليها الكيس وافردها بايدي بالشكل دوت بتفرديها بشكل عشوائي زي شبه قطعة البوفتيك بالضبط بتفرديها كده ويكون السمك بتاعها واحد يعني تحاول تخلي السمك بتاعها كله يكون قد بعد ما فيش حتة طغينة ولا حتة رفيعة وهاخد كتعة البوفتيك وحطها على كيس تلاجة واحطهم في طبق وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة واحطهم في الطبق وما بين كل واحدة وواحدة كيس من البلاستيك واشالهم في الفي ليزر لمدة ساعة بعد كده هنتعالوا نعمل الغلاف اللي هنحط فيه البوفتيك هجيب طبق واحط فيه بطين وعليه رشة من الملح والفلفل الاسود وشوية من اللبن واقلبهم مع بعض بالشوكة وفي طبق تاني هحط شوية من البقسمات وعليه معلقتين من النشا وهقلب النشا مع البقسمات وبعد ما سبت البوفتيك فلفل يزر لمدة ساعة هطلعوا بالشكل دوت علشان لما نيجي نحطه في الدقيق والبقسمات يكون متماسك معنا والقطعة ما تفكش معاكي هاخد قطعة البوفتيك اول حاجة حطها في الدقيق وبعد كده هحط هحطها في البيض واخر حاجة هحطها في البقسمات واغلفها كويس قوي بس ما تضغطيش عليها جامد بس غلي فيها كويس قوي بالبقسمات وارجع عامل الكمية كلها بنفس الطريقة واحطوهم تاني في طبق وهشلهم في التلاجة لمدة نص ساعة وممكن كمان علشان تتأكد ان الغلاف مسك عليها كويس قوي تشليها فلفل يزر لمدة ربع ساعة تعالوا بقى نشوفها نحمرهم مع بعض ازاي هجيب طاصة فيها زيت سخن جدا وغزيل وهحط فيه القطع البوفتيك هسيب النار علي المدة دقتين وبعد دقتين بالضبط هخلي درجة الحرارة اقل من المتوسطة شوية علشان البوفتيك يستوي من جوة وياخد معينا لون دهبي وما يتحروقش معينا بسرعة خلاص كده بعد دقتين وطيت عليه درجة الحرارة خلتها اقل من المتوسطة اول ما يتشمع معينا وياخد لون هقلبه على النحية التانية وخلاص كده بعد ما اخد معينا لون من النحيتين اخر دقيقة عالي عليه درجة الحرارة علشان ما يشربش زيت وهنطلعه على مصفى او على ورق مناديل هيطلع معيك باللون الدهبي الجميل ده وطعمه مقرمش من برة ومستوي جدا من جوة شايفين بسم الله ما شاء الله شكله عامل ازاي تقدميه بقى جمب شوية رز ابيض مع طبق سلطة مع عيش بلدي ممكن جمب شوية مقارونا وطبعا ما حمرتش كمية البوفتيك كلها حمرت على قدنا بس وشلت الباقي في الفليزر نعمله مرة كمان جربوه بجد هيعجبكو جدا طعمه جميل اوي اوي واوفر بكتير كمان من البوفتيك العادي جربوه بجد هيعجبكو